ان احنا عندنا امثلة كثيرة لكل مجتهد نصيب والحقيقة كنا احنا في الاخبار ما اشتركت شرطينا ولا انا كنا نتكلم على احد اللاعبات الكرة الطائرة كان اسمها سهيلة وفيق دي بتلعب في النادي الاهلي وسفرت الجامعات وملاسما لما كانت تلعب في النادي الاهلي ما كانتش اساسية وكانت سفرت امريكا واشتركت في احد الجامعات ومشاء الله كل سنة بتاخد في الكونفرنس بتاعها والبطولة بتاعتها يعني بتبقى اسمها يو سي اف بتاخد احسن لعب والف مبروك طبعا سكايب معانا سهيلة والف مليون مبروك فوزك احسن لعبه في اليو سي اف والتأهل للنهايات وكمان تاني احسن ارسال زي ما عبطينا وزي ما عطينا ما كنت معانا سهيلة ربنا خلاحك بدا ان شاء الله طب كلميني وليلي يعني اخبار الدوري ماشي ازاي هل السنة دي عندكوا امل كبير في النهايات هل عندك استعداد توصلوا او تاخدوا البطولة زي السنة اللي قبل اللي فاتت على ما اتذكر يعني انتوا السنة دي وضعكوا كفر احسن سهيلة احنا زي السنة فاتت لما اخدنا اول دوري تأهلنا الدوري احسن السنة دي وده الدوري اللي احنا فيه عطا برد الوقت احنا قبل ما نبتدي الدوري دا عندنا كذا بطولة زي انها تأهلنا ان احنا نخش الدوري جاهزين منهم البطولة بتاعة يوسي اف وده اللي انا اخدت فيها احسن لعيبة بعدين دخلنا الدوري واحد دلاتي ترتبنا في الدوري ثالث بس احنا لسه ما خلصناش يعني فيه فرق ابتدت قبلنا شوية بعد حسب الجدوى لنا يعني فاننا عدد المطرف في كل الفرق متساوي في عدد المطرف حشان كده في ناس اول في ناس تاني في ناس تالت فاننا التالت لحد دلوقتي بس كده بس برافو يعني موسم ممتلئ ويمكن جمهور الاهلية عايزة تطمن سهيلة تلحقنا امتا قولتاني كده يعني انا قصدي اقولك ان جمهور الاهلية بتابعنا وعايزة تطمن سهيلة تلحقنا في الدوري والنهايات زي كل سنة ولا ممكن تتعطر السنة دي ما الجيش ده هيب على حسب ان احنا الدوري بتاعنا هنا هيخلص امتا وان احنا لو ان شاء الله ان شاء الله يعني كسبنا هنتأهل الانسي دابل اي والانسي دابل اي دي بتبقى في شهر 12 فبس المفروض ان هي كل حاجة بتخلص في اول 12 يعني فاتمنى ان شاء الله مستنيينك طيب قوليلي يعني انت فاطليك كم سنة في الجامعة سويلة انا اتخرج ان شاء الله السنة الجاية زي 12 سنة دي ده بس السنة الجاية ان شاء الله ها يعني طبعا يعني اكيد انت اكيد زعلانة يعني اكيد نفسك تكملي وجو جميل هناك وبشجع طبعا على التدريب وبشجع المشاركة اكيد انت نفسك يعني تكملي اكيد هناك اكيد اكيد اه اه انا بصراحة يعني واخدها فرصة حلوة قوي هنا ان انا بحتكب بناس كويسة قوي في الفولي والكابتن بداعي كمان يمكن هو كان فكان نفس مركزي فهو بيفيدني قوي قوي يعني في مركزي فا اكيد افضل تبقوا لي لو خلصت رحلتك مع الجامعة بتفكري لو جالك فرصة في اوروبا والدوريات الكبيرة هناك تروح يا سهيلة والله دي حاجة لسه انا مش عارفها ده هيدبند على حاجات كتير قوي لها علاقة بان انا هرجع مصر ولا لا وان انا كده خلاص يعني هخلص مثلا مش هريف الاحتراف ولا لا بس انا كنت بفكر ان انا اكمل يعني ان شاء الله اكيد يعني ربنا اكتب لك كل الخير يا سهيلة ودايما نبريك لك ودايما نحتفل بك ودايما مش عارفانا برا ربنا خلي حضرتك شكرا جدا بشكرك يا سهيلة ودايما متابعين اخبارك سهيلة وفي نجمتنا نجمة البولي بول واللي بتلعب في جماعات في امريكا احد جماعات في امريكا بنشكرها شكرا جزيرا كنت معانا بلسكايب يعني نمازج مش عارفة جدا